الزنة الروحي الكتابي والتعريف في القواميس لكلمة زنة هي إقامة علاقة جسدية جنسية خارج إطار الزواج فهذا الشخص اللي كان في كورنسوس أقام هذه العلاقة الخاطئة مع امرأة أبي وأبي عيش فطبعا ده كان أمر كانت المشكلة أنه الكنيسة سكتت عليه والرسول بوليس وابقهم وعملوا العزل لهذا الشخص الزنة الروحي ده واضح أوي حتى في العهد الجديد أنت أشرت للآية في عقوب أربعة أربعة أيها الزناوة الزواني أما تعلمون أن محبة العالم هي عدوة لله فمن أراد أن يكون محبا للعالم صار عدوا لله زنة روح بمعنى أن يملك القلب شخص أو شيء غير الله أو أولوية أو أولوية قبل الله قبل الله قبل الرب يسوع النساء لا يكن لك آلهة أخرى أمامي تمام ودي كانت خطيئة بين إسرائيل أنهم تركوا الله وعبدوا الآلهة الوثانية